ما هي أفضل طريقة لصيام ستة أيام من شهر شوال المبارك؟ وهل يجوز أن نصوم هذه الأيام على نية قضاء أيام فاتتنا من رمضان؟ اليوم أيها الأحبة سنحاول أن نتأمل ونتفكر في هذه الأيام العظيمة ولماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على صيامها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة هذه الأيام الستة المباركة كثير من الناس يغفل عن أسرارها أول شيء يجب أن تعلم أخي الحبيب أن عبادة الصيام ليست في رمضان فقط النبي أراد أن يعطينا لمحة إيمانية رائعة جدا أنك أيها العبد لا تنسى الصيام لا تنسى هذه العبادة الرائعة التي لها فوائد كثيرة جدا فوائد عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة فوائد على صحتك فوائد لآخرتك هل تعلم أن الصيام ينجيك من عذاب القبر؟ هل تعلم أن الصيام يكون على يمينك وأنت في القبر؟ لذلك النبي عندما أمر بصيام ستة أيام من شوال أراد رقم واحد أن يقول لك إياك أن تتوقف عن هذا الخير يعني على الأقل صم ستة أيام على الأقل المؤمن ينبغي أن يصوم أكثر فصيام سيدنا داود عليه السلام نبي الله داود كان أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما يعني يصوم نصف الدهر النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة رائعة في الصيام الاثنين والخميس وهذه الطريقة معتمدة اليوم تسمى طريقة اثنين خمسة يعني تصوم يومين وتفطر خمسة أيام المجموعة سبعة كل أسبوع يسمونها طريقة اثنين خمسة وألفت عليها كتب كثيرة لعلاج الوزن الزائد لعلاج مشاكل القلب لعلاج مشاكل كثيرة أثبتت كفاءتها هذه الطريقة طيب السؤال هنا قبل أن نقول عن أفضل يعني طريقة للصيام هل يجوز أن أنوي نية مزدوجة يعني إنسان فاته من رمضان أو امرأة فاتها من رمضان بعذر شرعي ستة أيام مثلا فهل يجوز أن تنوي أن تصوم هذه الأيام الستة بنية مزدوجة نية القضاء قضاء الأيام الفائتة ونية صيام ستمي شوال لتكسب أجرا هنا وأجرا هنا لكي نجيب عن هذا السؤال أيها الأحبة دعونا أولا نتساءل يعني ما الذي يدعو الإنسان أن ينوي نية مزدوجة ما هو هدفك طبعا سيقول الهدف هو مزيد من الأجر يريد مزيدا من الثواب يريد أن يأخذ ثواب قضاء الأيام وثواب صيام النافلة طيب يا أخي الحبيب أنت يجب أن تعلم أن النية هنا والإخلاص أهم من العبادة ذاتها هل معقول هذا نعم النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل أعرابي قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر يعني أراد هذا الأعرابي أن يحفظ لأن تراكمت عليه تعاليم الشريع الصلاة والصيام والزكاة وكذا والحج فيريد كلمة مختصرة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله أيها الأحبة لا يستطيع أكبر أدباء العالم وأكبر شعرائهم أن يلخصوا الدين في كلمات قليلة كما لخصه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك نحن نقول إنه أوتي جوامع الكلم يعني حديث النبي فيه بلاغ أيضا القرآن فيه بلاغة وحديث النبي فيه بلاغة عالية جدا لا نجد لها مثيلا في كلام البشر الرجل قال أوصني يا رسول الله ولا تكثر لأحفظ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام عدوا معي كم كلمة لخصة بها تعاليم الشريعة كلها قال أخلص دينك عبادتك يعني لله يكفك العمل القليل ست كلمات فلا تنظر أخي الحبيب إلى كثرة الصيام وكثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن الأجر يوم القيامة يحدد بناء على الإخلاص فما دامت نيتك المزيد من الأجر وما دامت نيتك أن ترضي الله وما دامت نيتك أن تبتغي وجه الله ثق تماما لو نويت مئة نية معا سيتقبلها الله يعني نويت أن تصوم قضاءا ونويت أن تصوم تطوعا ونويت أن تصوم تقول أنا أهب ثواب هذا الصيام لأبي المتوفى مثلا معلال أن الدعاء يصل وصيامك هو عبادة لله صلاتك هي نوع من الدعاء طبعا الميت إذا لم يكن مؤمنا لا يستفيد من هذه الأشياء إذا لم يكن صام وصلى لا تنفعه شفاعة الشافعين إذا لم يكن المصلين إلا أن يتغمده الله برحمته سبحانه وتعالى ولكن مهما تعددت النية التي تقولها ثق تماما أن الله قادر أن يقبلها يعني نحن لا نريد أن نضيق رحمة الله علينا أيها الأحبة ولكن هنا ملاحظة أنك عندما تنوي أكثر من نية بنفس الوقت انوي أيضا أن تكثر من الصيام في شوال يعني ما الذي يمنعك شهر شوال مثلا ثلاثين يوم لنفرض بقية منه عشرين يوم طب هذه العشرين يوم اقضي ما فاتك من رمضان خمسة أيام ستة أيام إلى آخرين وانوي أنك ستصوم ستة أيام من شوال التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني انوي أن تكثر من الصيام في هذا الشهر فالقضية هنا أخي الحبيب أن الأجر الذي تأخذه له علاقة ليس بعدد الأيام التي تصومها بل بقدر أو كمية الإخلاص لله عز وجل سأعطيك حديث آخر ممتع جدا قل ما نسمع به للأسف وهو حديث صحيح رجل لم يعمل في حياته حسنة قط ماذا تتصور من عقوبة كبيرة له لم يعمل في حياته حسنة قط يعني لم يصلي ولم يصم لا برمضان ولا غير رمضان ولم يفعل أي شيء لم يعمل في حياته حسنة قط وهذا الحديث موجود يستطيع أي واحد أن يقرأه بسهولة اليوم إلا أنه هذا الرجل يعني كان فيه حسنة ربما نستصغيرها أنه كان إذا كان يتعامل بالتجارة فيقول لغلامه إذا وجدت معصرا فتجاوز عنه يعني عندما تذهب لأخذ ثمن البضاعة وجدت إنسان معسر إنسان يعني حاله ضيق يعني أمهله أو تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه انظر إلى هذا العمل البسيط جدا جدا الذي نحن اليوم نعتبره لا شيء قال لما مات تجاوز الله عنه يعني أدخله الجنة انظر إلى طيب ما الذي جعل هذا العمل البسيط يدخله الجنة الإخلاص فأنت عندما تتوجه إلى الله عز وجل انوي أن تصوم أكبر عدد ممكن من الأيام لأنك إذا مت ستأخذ ثواب هذه النية النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا همى العبد أو المسلم أو المؤمن أو الرجل بحسنة أو أحدكم بحسنة نوى أن يعمل حسنة فلم يعملها بسبب ما ربما نسي ربما مرض ربما تعذر عليه فعل هذا الخير كتبت له حسنة كاملة انظر معي أخي الحبيب إلى عظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طيب ما هذا الدين العظيم أنا بمجرد أن أنوي يا رب والله أنا لو رزقتني مليون سأتصدق منصفها سأخذ أجرا وكأنني تصدقت بالفعل نعم هذا هو الإسلام هذه هي هذا هو معنى ورحمتي واسعة كل شيء الكون الآن المرء بحدود 14 مليار سنة ضوئية الضوء يستغرق 14 مليار سنة حتى يصل إلى أبعد مجرة من الأرض انظر في كل الاتجاهات كم المساحة أو كم الحجم والضوء يسير بسرعة تقدر بحدود 300 ألف كيلومتر في كل ثانية واحدة تخيل 14 مليار سنة يعني 14 ألف مليون سنة كم المسافة هذه كل هذا الكون وسعته رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء فلذلك النية هي الأساس والإنسان عندما ينوي نية لله عز وجل هدفه مزيدنا الأجر هدفه إرضاء الله ثق تماما أن الله يتقبل نحن للأسف بعض الناس يضيق رحمة الله لذلك الله قال قل لو أنتم أيها البشر قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا الإنسان قطور يعني ينفق القليل جدا تجد إنسان معه مليون يعطي خمسة من مليون قطور وكان الإنسان قطورا لذلك أيها الأحبة لا تضيقوا رحمة الله أطلب من الله ما تشاء إنوي ما تشاء والله يتقبل إن شاء الله مع نيتك أن تصوم أيضا إذا كان هناك في العمر بقية أنتمكنت من الصيام بعض الناس يتعذر عليه الصيام بسبب حرارة الطقس بسبب أن عمله يعني متعب جدا لظروف معينة لمرض لشيء أنت إنوي فقط إنما الأعمال بالنيات ما معنى هذا الحديث يعني أنت تأخذ أجرا ليس على العمل إنما على النية وهذا الكلام صحيح أيها الأحبة لأن الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار طيب من هو المنافق؟ المنافقون كانوا أناسا يصلون ويصومون ويحجون مع النبي ومنهم من يجاهد معه أيضا ويقرؤون القرآن وربما يحفظ القرآن أفضل مني ومنك ولكن هناك خلل في نيته أنه يفعل هذا الأمر رياءً وتكبراً ويتقي به شر المؤمنين أو من أجل مال كما يحدث اليوم نجد إنسان يعني عنده السمت الإسلامي ويحفظ القرآن وكذا وكذا وتتمنى أن تكون مثله وقد يكون من أهل النار وعلى ياهوذ بالله لأنه يفعل هذا الأمر ليس من أجل الله والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم فإذن أخي الحبيب النية مهمة جداً فإنوي ما شئت لأنك أمام رب كريم مع نيتك أن تصوم المزيد والله هو الذي يحدد الأجر ما هو هدفي من هذه النية أن أكسب مزيدنا الأجر طيب الله قادر أن يعطيني مليون ضعف ما أتصور من أجر قادر سبحانه وتعالى طيب ما هي أفضل طريقة لصيام هذه الأيام الحقيقة أنا أقول لك أخي الحبيب بمحبة وصدق بما أن الحياة قصيرة وأحدنا لا يضمن يعني هل سيعيش مثلاً غداً وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت يعني أنا لا أستطيع أن أتنبأ أنني سأعيش لنهاية الشهر هل سأعيش لأتم صيام هذه الأيام لا لا يعلم الغيب إلا الله فأقول لك إن النية والإخلاص هو أهم شيء في الصيام أن تنوي الصيام أولاً أن تصوم أكبر عدد ممكن من الأيام وأن تخلص هذا الصيام لله طبعاً الصيام لا أحد يصوم رياءاً لأنه يعني الصلاة يمكن إنسان يتفاخر بصلاته بصدقته بعطائه أنه بنى مسجد يتفاخر عمل كذا يتفاخر ولكن الصيام كيف يتفاخر يعني ممكن واحد يتخفى في بيته ويأكل ما الذي يدريني أنه صائم يعني أنا أستطيع أن أرى صلاة الشخص وصدقته وبناءه للمسجد وأرى جهاده في سبيل لا أراه أمامي ولكن لا أستطيع أن أرى صيامه لأنني يجب أن أكون معه لمدة من الفجر إلى المغرب وهذا الأمر مستحيل فلذلك أخي الحبيب هناك رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة لابد من ذكرها لأنها تخدم هذا الفكرة التي نطرحها اليوم أحبة فيها الإخلاص الإخلاص هذا الرجل كان قوياً جداً ويخترق صفوف العدو ويقتل منهم الكثير وكان رجل قوي وواضح بالنسبة للناس أنه مخلص في جهاده يرمي بنفسه بين الناس فالصحابة الكرام تمنوا أن يكونوا مثله والنبي جالس أو واقف طبعاً النبي كان يجاهد معهم كان هو الذي ينظم ويهيئ صفوف القتال ويرسم الخطط عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخلف عن الجهاد كان في المقدمة فلما رأى النبي هذا الشخص قال لهم هو في النار يعني هو من أهل النار أحد الصحابة يعني لم يستوعب كيف لشخص أنا أراه بعيني في قمة الإخلاص والجهاد والقوة والدفاع عن الإسلام يكون في النار قال والله لأتبع عنه فبدأ يتتبع هذا الشخص إذا ذهب يميناً ذهب يساراً لحقه وذهب يثب وراءه قال أريد أن أرى أعرف السر انظر هنا قبل أن أكمل إلى شدة ثقة الصحابة بكلام النبي ليس مثلنا نحن اليوم نسمع حديثاً والله أنا لم أقتنع بهذا الحديث يعني وأنت جالس وأنت جالس ليس لديك شيء من العلم يذكر أنا لم أقتنع هذه ظاهرة خطيرة جداً هل الصحابي قال والله يا رسول الله أنا لا أقتنع بهذا الكلمة وجلس لا ذهب وعرض نفسه للقتل والخطر وهو يتابع ربما يشرد ذهنه عن القتال فيقتل يعني دخل بحياته ليرى لماذا هذا الشخص من أهل النار أصيب هذا الرجل القوي فقطعت يده فأمسك السيف في اليد الأخرى قطعت اليد الأخرى فلما هم الأعداء أن يقتلوه اتكأ هذا الشخص المجاهد على رمح له رمح وأدخله في صدره فقتل نفسه انتحر يعني هذا يدل على أنه لم يكن يجاهد في سبيل الله كان يجاهد تكبرا ورياءا وتفاخرا أمام الناس فرجع الصحابي الكريم وقال أشهد أنك رسول الله وقص على الصحابة ما حدث لذلك لا تنغر أخي الحبيب بالمظاهر الخارجية إن الله لا ينظر إلى صوركم وإجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإذا الإخلاص والنية الصادقة هذا بالمقام الأول الشيء الثاني أفضل طريقة للصيام أن تصوم ستة أيام متتابعة وفي أقرب وقت ممكن بعد العيد مباشرة ليه لأنك لا تضمن العمر ولا تضمن هل تعيش للغد أم لا ستفقد الخير الكثير فدائما سارع في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذه الطريقة المثال إذا تعذر ذلك إنوي صيام هذه الأيام متى يسر الله لك ذلك فقط لتأخذ الأجر والنية هنا أيها الأحبة ليست فقط في الصيام بل في كل شيء إنوي أن تبر أبويك حتى في علم النفس نحن تحدثنا عن قاعدة مهمة في البرمجة اللغوية العصبية أنك إذا أردت أن تغير حياتك أو تغير سلوكا ما يجب الخطوة الأولى أن تفكر بهذا الشيء التفكير وأن تعقد العزم أنني مثلا سأترك الدخان عندما تنام قبل أن تنام قل أنا غدا لن أدخن لن أقترب من هذه السجارة أنا بعد أيام عندما أترك التدخين سأتمتع بنفس أفضل وبصدر أفضل وبحياة أفضل وبصحة أفضل سأتخلص من رائحة الفم الكريهة كذا كذا فهذا مبدأ مهم في علم النفس الإسلام شجع هذا المبدأ شجعك على التفكير وعلى أن تنوي نية صادقة مع الله أن تصوم لله عز وجل بهدف أن تأخذ الأجر وترضي الله وتتقي عذابه في هذه الحالة أخي الحبيب ثق تماما أن الله هو الذي يحدد الرقم هو الذي يحدد منزلتك يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق